جبهة جديدة يفتحها الحوثيون شمال كشر في محاولة يائسة لكسر قبائل حجور المتحصنة في هذه المديرية الواقعة إلى الشرق من محافظة حجة فقد أفادت الأنباء واردة من هناك بأن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال الساعة الماضية بين ميليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في منطقة دويحيا بمديرية قارة شمال مديرية كشر إثر هجوم شنته الميليشيا على القبائل المؤيدة لمقاومة حجور في هذه المديرية الهجوم الجديد باء بالفشل على ما يبدو بعد أن تصد له المقاتلون القبليون وتمكنوا خلال اشتباكات عنيفة مع الحوثيين من إعطاب ثلاث عربات عسكرية تابعة لهم وإيقاع العشرات من عناصر الميليشيا بين قتل وجريح فيما قتل اثنان من مقاتل حجور خلال هذه الاشتباكات مواجهة أثبتت صلابة الموقف القتالي لقبائل حجور ويقظتهم حتى هذه اللحظة إذ لم ينجح هذا الهجوم في إحداث ثغرة في جدار المقاومة الشريسة التي تبديها مقاومة حجور في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات في الجبهات التقليدية الواقعة جنوب وجنوب شرق مدرية كشار وسط قصف مدفعي على العبيسة وقرى جنوب المدرية خصوصا جبل الرحبة ما تسبب بموجة نزوح للسكان وفي الأثناء واصل الحوثيون حجد المزيد من المقاتلين من مديريات عديدة في محافظة الحديدة المجاورة ودفعوا بهم إلى جبهة حجور عبر مديرية باجل وذلك لتعزيز عناصرهم هناك خصوصا إثر توسيع نطاق المواجهات لتشمل مديرية قارة التي تشكل أحد الامتدادات المهمة لقبائل حجور المناهضة للميليشيا وعلى الرغم من توارد الأنباء حول عمليات إنزال إغاثية وأخرى لوجستية من قبل طيران التحالف إلا أنه لا أثر ميدانياً ولا إنسانياً مباشراً قد تحقق حتى اللحظة جراء عمليات إنزال كهذه فقد ناشدت عشرات الأسر النازحة في مديرية كجر الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية توفير أماكن لإيوائهم بعد اندلاع المواجهات جنوب مديرية كجر إثر عملية القصف العشوائي التي قامت وتقوم بها ميليشيا الحوثي على قراهم ما تسبب في هدم البيوت وقتل وتشريد المدنيين وبينهم أطفال ونساء باتجاه وسط مديرية كجر والمديريات المجاورة المعركة مستمرة بين ميليشيا الحوثي التي تقاتل بإمكانيات الدولة ومواردها وبين قبائل حجور الذين نجحوا حتى اللحظة في إفشال مهمة الحوثيين في فرض الهيمنة العسكرية على هذه المديرية التي تحتل موقع استراتيجي مهما في نطاق المواجهة المصالية مع الحوثيين بانتظار تحرك للجيش الوطني لحسم مواجهات تخلق مأساة جديدة في حجة